اول حاجة بنا ابدأ بيها البون بالهببون اول حاجة نعرفها ان الهببون دي تلات عضمات واللحمين مع بعض عضمة اسمها إليم وبيوبس وإسكيم إليم وبيوبس وإسكيم اول حاجة لازم نعرفها ازاي نحط العضماية في الاناتومي كالبوزشن كترايت أو ليفت وده لازم نحدد فيه الاتجاهات بتاعط العضماية نعرف مين فوق، مين تحت مين قدام، مين ورا مين ميديل.. مين لاترال الإليم بابقى آى البيوبس والإسكيم تحت ناخد الـ down piubis قدام والإسكيم ورا البيوبس يمت قدام والإسكيم يمت ورا ناخد direction medial من اللاترال نعرفه عن طريق الكتابلم بكده نقدر نحط العظمية في القناة تمكي البوزيشن او الايليام فوق بيبس واسكيام تحت اول بيبس قدامه والاسكيام وراء تمنا ممكن احطها هنا ممكن احطها هنا لان يفصل الموضوع ان الاستابلوم بتبقى موجودة لاترال خلاص يبقى تتحط في البوزيشن ده يبقى دير بالتقمة. نبدأ اول طقم علامات طقة معلامات بالأيليام. وابدأ الطقم ده بان الإليام يبقى ليها العورفة بتاها اللي فوق وليها اثنين اbehind rồi وانتيرير انفيرير َ عرفت 완성ة الجانب مرتبط من اتجاه الـ fluoresَ ودى فوق ودى وتع coordinate وعدي اثنين مستيرير اليك صبي اللى هى نهاية الـ اليوم مستيرير سيمistic مستيرير everyone الـ اليوم دا الكلوتية السورницы دا الـ اليوم وذلك من يام من ببرة بشوف الاليكريست عليه التيوبركل هو التيوبركل بتاع الاليكريست وده بـ بحط بقى العلامات بتاعتنا على الطاقمة اللي فوق ده اول طاقمة علامات بنقول عندي عالانتيرير انتيرير الاليكسباين عالمتين بحط من تحت علامة في اللوار بارت منه وفي الابر بارت منه علامة interact ان الانتيرير الاليكسباين عليه علامتين واحدة تحت واحدة فوق ونفس النظام الانتيرير سوبير الايكسباين عليه علامتين واحدة فوق واحدة تحت تركز لان كل واحدة بتاعلي هذا اللي في القريبين conversations بحاصة بحيث ان المصل العالي الاللسوبير الايكسباين ي هو الجزء اللي تحت منه دي سارتوريس والمصب اللي على الانتير والانفير والإليكس باين في الجزء اللي فوق منه ده ده الستريت هيد بتاع Rictus Femurus سارتوريس وستريت هيد أوفريكتوس Femurus المال الليجامنس اللي متطرفة اللي فوق ده الإنجوائنا الليجامنت لكن اللي تحت ده إليو فيمورال لجامنت طبعا الإنجوائنا الليجامنت ده حاجة تبع الابدوين ده اللي هو البوردر بتاع العضلة اللي هي الإكستيرنا الأبيك باسم inguinal ligament لكن ال iliofemoral ligament ده ligament ان ligament التامل support ده اجمع العلامات تاني بقول على anterior inferior iliac spine الجزء اللي فوق ده straight head of rectus fibros لكن اللي تحت بقول ده iliofemoral ligament الاتنين اللي فوق اللي فوق ده inguinal ligament واللي تحت ده السارتوريس نيجي على iliofemoral ligament iliofemoral ligament ودول اللي يبقى ماسك عليهم sacro teopros ligament iliofemoral ligament iliofemoral ligament iliofemoral ligament العلامات بتاعتنا اللي بتحطى على الهيبون بتبقى كلها الليترالسية لأننا نتعامل مع اللورلم هبص على iliofemoral ligament الماء بردر بتاع iliofemoral ligament بطولها كلها في اماسك الفشالاتة بطول iliofemoral ligament كله جزء من الفشالاتة المخصوص وده اللي بيبقى ماسك في التيوبركل بتاع iliofemoral ligament الماء ده iliofemoral ligament اللي هو second part من الدين فشالات بتبقى في اللي هو second part اسمه من الفشالاتة ده اللي بنسميه iliofemoral ligament ده اللي بنسميه iliofemoral ligament فيه عضرة بتمسك فيه قدام بتبقى واخد أورجن من الاوتر اللي بتاع iliofemoral ligament في المنطقة اللي من عند الامتيري صبيرو iliofemoral ligament لحد التيوبركل والعضرة دي اسمها نجمع العلمات تاني فشالاتة بطول الكريست كله عالتيوبركل بس ده iliofemoral ligament من عند التيوبركل لحد الامتيري الصبيرو iliofemoral ligament ده تنصر فشالاتة نيجي على الوجلوتير سورفس بتاع الاليام فيه ثلاثة لايز برزين على الوجلوتير سورفس هنا هم الثلاثة لايز عندي posterior gluteal line وعندي anterior gluteal line وعندي inferior gluteal line دي لينز برزة على البون بس طعم مساعدة تبقى فاينت فيفتح حسن انت اللي بعرف اما كانها بالضبط غير ده اسمه جريتر سهاتي كنوتش هبدأ من عند الموستيريور اند بتاع الجريتر سهاتي كنوتش واطلع الخمسة سنتي قدام البوستيريور سوبيرو اليك اسباي البوستيريور يمتد من عند البوستيريور من عند البوستيريور اند بتاع الجريتر سهاتي كنوتش بتاع الابر بردر بتاعته ويمتد الخمسة سنتي قدام البوستيريور السوبيرو اليك اسباي ده كده البوستيريور جلوتيال لين عندي انتيريور جلوتيال لين وده ممتد من عند نص الابر بردر بتاع الجريتر سهاتي كنوتش لحد قدام التيوبركل بتاع اليك كريست وعندي الانفيريور جلوتيال لين وده بيمتد من عند الايبكس بتاع الجريتر سهاتي كنوتش لحد الانتيريور الانفيريور الياك س Bang كده دولي بسمون لك الجلوتيال surface للاتاشمنت و 3000 مسرس الجزء اللي ورا الابر��요 ده ببقى بتاع الجلوتيس س Saints الجزء اللي ورا لابر البستيريور يبقى بتاع الجلوتيس والجزء اللي ما بين والابر Entscheidung ده بتاع الجلوتيavoirasing mediase لكن الجزء اللي بطيقة يعني بطيقة الان晴属ية والانفيريore line ده يبقى الجلوتية منيماس طبعا ما تاخدش العضلات man اسمائها على حجم الحقيقة بتاعته الجلوتية منيماس دي اللي ما بين الان viro ahora ما بين البتيريور والانتيريور دي الميدياس ورا البستيريور دي الجلوتية ماكسماس طبعاً الجلوتاس ماكسماس دي لأكبر عضلة لو تلاحظ أن لها أورجن بسيطة على الإليام لأن هي بتكمل الأورجن بتاعها من الساكرام ومن الكوكسيكس ومن الساكروتيوبروس ليجاميند هذه علامات الإليام ناخد طاقة مع علامات الإليام تاني بقول أن أنا عندي أنتيريور سوبيريور إلياك سباين وأنتيريور إنفيريور إلياك سباين هنا إنجوينة الليجاميند وهنا سارتوريس وهنا بقول استريت هيد أوفريكتوس في مورز وهنا دا الإليو في مورى الليجاميند خبالك إن الليجاميند سيلي متطرفة والمصل الصغير اللي لحيت جوش قريبة من بعض عندي البستيريور سوبيريور إلياك سباين والبستيريور إلياك سباين الاتنين دول ماسك عليهم ساكروتيوبراس ليجاميند اللي بعد كده بيكمل على الساكرام بعد كده عندي العلامات كلها تبقى مبارة فشيالاتة بطول الأوطر لب بتاع الإلياك ريست عندي إليو تبية التراكت على التيوبيركل تنصر فشيالاتة اللي من عند التيوبيركل لحد الأنتيريور سوبيرو إلياك سباين الجلوتير سيرفز بنقسمه بثلاث خطوط ثلاثة جلوتير لاينز المسافة اللي ورده جلوتياس ماكسماس دي جلوتياس ميدياس ودي جلوتياس مينيموس دا أول طقم بندخل على الطقم اللي بعده اللي هو طقم الأستابلم طبعاً أنا يمينيه في طقم الأستابلم إن الأستابلم دي اللي هتشارك في تكويل الهيب جوينت وعشان تشارك في تكويل الهيب جوينت ربنا خليها مور دي إن هم عشان تستقبل الهد إذا فيه مر كاملة عشان تستقبل الهد بتاع الفيمار كاملة هيحصل ديبنين للأستابلم طبعاً إزاي نخليها مور دي ربنا مثبت حوالينا المارسل بتاع الأستابلم في المنطقة دي عشان تستقبل الهد بتاع الفيمار كاملة ربنا حادث شفة هنا من الفايبر كارترنش الشفة ليه بنصاميها لبرم أستابلار لبرم أستابلار ده عبارة عن رتج من الفايبرو كارترنش متثبتة على المارسل بتاع الأستابلم تاني علامة في المنطقة دي إن لو أعلم حوالين اللبرم أستابلار حوالين الأستابلم يعني بره اللبرم ده القصد بيه اللي هو القتاشمن بتاع الكابسول لبرم أستابلار تشفة من الفايبرو كارترنش والكابسول بتاع الهب جوينت ماسك حوالين الأستابلم بس بره اللبرم بعد كده منضن الليجامنس برضه بتاع الهب جوينت إن في عندي ليجامنت اللي هو الترانزفيرس ليجامنت أو أستابلم ترانزفيرس أستابلار ليجامنت وده بيمسك من بداية الأستابلار نوتش لنهاية الأستابلار نوتش عشان يحولوا الفتحة يدخل منها الأستابلار فيسلز بداخل الغاز الهيدورزافيمر على فكرة لو بصيت في عمق الأستابلوم هيبقى ده اليونيت سيرفس اللي هو الجزء الناعم اللي هيشارك في الهب جوينت لكن الأرضية بتاعيتها في النص دي خشنة اسمها أستابلار فصة والفصة دي محتلة بيه لوس كونكتف تيشو وطبعا مع اللوس كونكتف تيشو هيدخل الراوند لجمينت اوف زهيدوفزافيمر وده عبارة عن لجمينت اللي جمينت ده المفروض يعني أنه واصل من عند البت اللي هي الفوفياء بتاعت الفيمر لحد الترانسفيرس لجمينت اوف أستابلار ده لو أنا فاتح الجوينت لكن لما يتقفل الجوينت بالليجمينت هيدخل ويتحبى جوه في المنطقة اللي هي الأستابلار فصة وأقول طاقم الأستابلار اللي أنا قولته لحد دلوقتي لبروم أستابلار ده رج من الفايبر كارتريج ده المكان اللي فيه فيه اللوز كونيكتف تيشو وبيتحط معايا ريليتد مش قتاكش ده على فكرة لما نقفر الهب جوينت بيبقى موجود في المنطقة دي اللي هو الراوند لجمينت اوف زيادف زفيمر اهم من ده كله ان الجروف اللي فوق الاستابلم دهو ده المسل والمسل دي اللي هي ريفليكتد هيد اوف ريكتس فيمرز لان لو تاخد بالك ان الريكتس فيمرز بتطلع بتوقع هيدز فيه هيد اسمها ستريت هيد ده اللي خدناها هنا دي وفيه هيد تانية طالعة من فوق الاستابلم اللي هي الرفليكتد هيد المعكوفة وانا عندي ستريت هيد اللي خدناها هنا ودي ريفليكتد هيد اللي من فوق الاستابلم طاقم الاستابلم برجوه اخر مرة وعندي الكابسول اوف هب جوينت براه وعندي ده ترانزفيرس لجمينت اوف استابلم ده اللوز كونكتف تيشو اند روند لجمينت اوف زهيد اوف زفيمر وده كده الاورجن بتاع الرفليكتد هيد اوف ريكتس فيمرز ناخد بقى الطاقم بتاع البيوز لاشفل اني اهمني عن اليو بيوبك امن ثم لاحظ ان علاماتنا كلها من برا القبل كشاثنه اللي فاتت في البلص كلها من جو هوا لكن العلامات بتاعاتنا مراه� quotid في اللي هو ريمب كلها من برا بقول اليو بيوبك امن ثم ده اللي بينسك في بيوبو وفيمرو الليجومنت ابا رضى واحد متثبت الحيبز جوينت زي ما خدنا اليو وفيمرو الليجومنت في بيوبو وفيمرو الليجومنت عدلة اللي بتمسك في البيктينية الليين وباتصة الأغرجنية العلية بكتينية السورفس متع السوبيريور بيوبكريمس دي علامة من العلمات المهمة في الامتحان دي البكتينيس من البكتينية اللاين والبكتينية السورفس أو السوبيريور بيوبكريمس البروز ده اسمه بيوبك تيوبركل أنا عايز راويندد راويندد التاشمند للأدكتور لونغس وده بيبقى تحت مستوى البيوبك تيوبركل عالبادي افزا بيوبس الدكتور لونغس أنزل أخذ البار اللي اسمه انفيريور بيوبكريمس البار ده باخده من الأوتر اسبكت من يامة ببرا من يامة الأستابلوم البار ده لما يعلمني على الانتيريور باوندري والانفيريور باوندري بتاع الوبتيوريتور فورمان ده قصده بيه العضلة اللي اسمها ابتيوريتور اكستيرنس الجوات المفروض ان الوبتيوريتور فورمان دي مقفولة باوبتيوريتور ممبرين اللي ماسك في المارجن بتاع الوبتيوريتور فورمان وbod ده لوني علي كله عشان اقول ابتيوريتور ممبرين العضلة باله اسمها ابتيوريتور إكستيرنس دي اللي كان بتاخد أورجن من الممبرين ومن الانتيريور اندي انفيريور سروندين بون من البون لحوالين سواء من قدام او من تحت وقسم البار نفسه بقية البار بقسمه لوزقين هاخد الميديا البار من الانتيريور سيرفس بتاع هذا البار اللي الميديا المارجن بتاعته وببدأ العلامة بتاعتي من عند السيمفسيس بيوبس وقصدي ان دي عدلة اسمها بقول ميديا بقول ميديا البار طبعا العكس اتجاه الستبلوم ده كده democrats ده كده ميديا لكن فيها عدلة تانية بتاخد من تحت المكان وابدأ من تحت الارجن بتاع ده الالترال بار ودا كده الدكتور برييريس الطائم اللي انا قلته بقول عالبيكتينية و البيكتينية بيوبو بقول المارجن بتاع الاوبتيوريتر فورومن لو علم عالمارجن من قدام و من تحت بس يبقى الاوبتيوريتر هقسم الانتيرير سيرفس حتتين الميدية البارت من الانتيرير سيرفس يلي المدى المارجن او الجراسيليز والاتاشمينت بتاعتها تبدأ من عندي السيمفس بيوبس والدكتور بريبس ده بتبدأ من تحت مكان الادكتور لونجس وتكمل على اللاترال بارت أوف زى انتيريو سيرفس أوف انفيريوب كريمس بقول بعد كده عندي الطاقم بتاع الاسكم والطاقم بتاع الاسكم الطاقم سهل جدا اللي يهمني فيه طبعا اللي هو الاسكال تيبروستي نركز في الاسكال تيبروستي وصف الاسكال تيبروستي في البداية ان هو عبارة عن ولور تريانجولر بارت جزء مدور وجزء نازل مسحوب بداية طيب كل جزء مين هم مأس وما طبعا مأس الجزئين دول محصلين عن بعض بريج في ريج اسماهم عن بعض وانت بتحسس كده تلاقي فيه ريج فصل الابر بارت المدور ده عن اللور بارت اللي هو المسلس نفسه متقسم بعد کده هي نفسه بتقسم هه لابر لاثترال بارت لابر لاترال بارت ولور ميديل بارت دقوط انت الوحيد اللي عمل بتشاور تقول ده لاترال وو Across consistently لا طبعاً تتعندك الأستابلم الأستابلم بتحدد لك أن ده كده اللاترال يعني في الـ direction بتاحها وده كده الـ medium ونفس النظام برضو بالنسبة للـ lower part الـ lower part المثلث ده برضو مقسم بريتج الحتة العالية دي لما باش التباشير عليها تقسم لك الـ lower part من الـ eskalti brusti للـ lateral part وميديال part lateral part وميديال part كل اللي في تجاه الـ establim اسمه lateral يبقى أنا حددت أجزاء الـ eskalti brusti وقلت أجزاء الـ eskalti brusti upper part وده مدور lower part وده مثلث وكل جزء بتقسم بريتج لي lateral part وميديال part lateral part وميديال part إضافة لكده أن الـ eskalti brusti نفسه له two margins له lateral margin المارجن نفسها وله medial margin اللي المارجن نفسها بأتكلم على المارجن مش بأتكلم على السطح بتاعهم نحط العالمات بتاعتنا upper lateral part العامات مهمة في الامتحان وده العضل اسمها semi-membranosus upper في حتة المدورة في اللترالي semi-membranosus وعندي العلامة التانية المحترمة اللي هي في lower medial upper medial part وجدت حتة الميديال دي كده semi-tendinosus ومعها long head of biceps نركز حتة اللي فوق اللي في اتجاه الـ esitabulum ده كده بنسميها semi-membranosus endocranosus الحتة اللي فوق اللي ميديال يبقى semi-tendinosus وباي seps femoris long head بتاعتها ننزل تحت نشوف medial part وال lateral part طبعا medial part من الحتة اللي تحت دي الميديال ده بيبقى هو ده مع لووش muscles مش كده ده المكان اللي حب نعود عليه في sitting position عمار lateral part ده دكتور بتمسك فيه عضلة اسمها الدكتور ماجنس وطبعا الدكتور ماجنس زي ما احنا عارفين في النظري ان الرأس بتاعتها اللي مسكيه في الـ eskial 2 brosti دي دي اللي بنسميها الـ eskial head ممتد معاها وبنكمل الـ origin بتاعها على الـ eskial ramus والـ inferior bubic ramus نركز في العلامة على الـ eskial ramus والـ inferior bubic ramus حتى اللي جنبه من الـ inferior bubic ramus ده كده اللي بنسميها بيوبic head خد بالك ان علامتين بتاع الدكتور ماجنس مكملين بعض يعني علامة على الـ lower part بتاع الـ eskial tybrosti من يمة بره ومكملة مع الـ inferior bubic ramus والـ eskial ramus دي كده الـ biopic head eskial head biopic head علامة للمة تاني upper part بس من يمة بره من برنوس upper part من يمة جوه ده الـ tendinosis والـ long head of biceps وانزل تحت الحتة الميديا اللي ملكش نعوابها الحتة اللي اترال عليها الدكتور ماجنس دي الـ eskial head ومكملة من الـ biopic head على الـ eskial ramus والـ inferior bubic ramus طيب اما للـ margins بتاعتي والـ margins بتاعتي اللي هي كل همي الـ margins بتاع الـ eskial teoprosti دي علامات مهمة جدا برده نفعش ان انت الهيفة انا بتكلم على الـ margin نفسها بقى lateral margin مارجن انا بتكلم على الـ margin مش بتكلم على حتة في السطح بتكلم على الـ margin نفسه lateral في تجاه الاستبلم ودي بيمسك فيها quadratasphemers quadratasphemers في lateral margin دي اللي هتروح بعد كده دي الكوادريت تيوبيركل في المنطقة دي اسمها quadratasphemers لكن الـ median margin ودي راح يمسك فيها الساكروتيوبروس ليجامنت اللي كان ماسك من هنا هيمسك في البصير الصغير والبصير الإنفيرو وفي الساكرم ويلم نفسه في الآخر وحي يمسك فيه الـ median border بتاع الـ eskial teoprosti خلصت العلمات الـ eskial teoprosti عندي فوق ما بين الـ eskial teoprosti والـ establum attachment من الـ attachment التافى اللي هي متقاش علامة في الامتحان بس نقولها عشان خطر اللي هي لياها في النظري دا كده الـ eskial femoral ligament ما تنساش ان الـ ab joint اللي هو ثلاثة ligaments اللي هو حد دلوقتي قلناهم محترمين ileo femoral ligament على anterior inferior lig spine bubo femoral ligament على ileo pubic eminence eskial femoral ligament على الباك بتاع الـ eskial تحت مستوى الـ establum طاقم اللي موجود بعد كده دا طاقم اللي هو الـ eskial spine كل اللي يهميني في الـ eskial spine واللي صار sciatic notch علامات بسيطة طبعا لو الـ eskial spine بتاعي واضح وويس وكامل احط على التب بتاعته sacro spinous ligament لكن طبعا معظم spines بتاعتها مشتوفة فبنقول على التب هنا اقول sacro spinous ligament برضو بقول على الـ upper border بتاع ليسر sciatic notch دا التوجي من لاي بحيث اللي فوق دا superior gemellus واللي تحت دي الـ inferior gemellus اللي هيمسكه في التندوم بتاع obturator internus فيما بعد اخر طقم على الـ hip bone ويبقى كده خلصة الـ hip bone طقم relation ونركز في طقم relation هاخد لو عمل لي خط على الـ بيعدي من على الـ upper margin بتاع الـ greeter sciatic notch من فوق كده يبقى superior gluteal nervo vessels طبعا ملهمش علاقة قوية بعد كده بالـ bone يعني ما حاجة يرسموني بعد كده على العظم لانهما هيكملوا اصلا ما بين المسلز ولو عمل لي على الـ lower border بتاعت الـ greeter sciatic notch خط صغير دا inferior gluteal nervo vessels دا المخرج بتاعهم هما بعد كده مش هيمشوا على البون بشكل مباشر هيكملوا ديب للـ gluteus maximus superior gluteal nervo vessels حتة صغيرة والـ inferior gluteal nervo vessels انت صغيرة حتش يطول العلامة بعد كده يا بتبتقول عندي علامة مهمة جدا اللي هو العصب اللي بيمشي in relation to the back بتاع الاسكيم دا السياتك نيرف وعلمته علامة محترمة سياتك نيرف سياتك نيرف من ضن العلمات المحترمة برضو لو عمل لي خط على ظهر الاسكيم لو الاسكيم موجود بشكل كويس على ظهر الاسكيم دول الحاجات اللي بتعدي من الغريتر سياتك فورمين وراحة للليسر سياتك فورمين شب الخط بيقى كامل ازاي ودول بيودندل نيرف والانترنال بيودندل فيسلز والنيرف توقب توريتور انترنس أجمع كل الـ علامات صغيرة عند الـ ده سياتك نيرف بشكل محترم للباك بتاع الاسكيم الحاجات اللي معدية من الجريتر سياتك لليسر سياتك اللي هو بيودندل نيرف ونيرف توقب توريتر انترنس وانترنال بيودندل فيسلز شكرا